في سياق المتصل تستمر القوات العراقية في تقدمها باتجاه منطقة الهرمات بعد أن فتحت المحور الشمالي الغربي لمدينة الموصل فيما وصلت الشرطة الاتحادية تقدمها إلى مشارف الجسر الخامس الذي يربط ضفتين هردجلة لمدينة الموصل من جهتها الشمالية التفاصيل في تقرير مراسل الناشفيق عبدالجبار تطورات ميدانية متسارعة على أرض مدينة الموصل في جانبها الأيمنة القوات العراقية استطاعت التقدم من المحور الشمالي الغربي للمدينة الفرقة التاسعة المدرعة وألوية تابعة لقوات الرد السريع تنجح باستعادة منطقة المشارفة وثلاث قرى قريبة منها بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة بينما تندفع الفرقة الخامسة عشر المدرعة باتجاه منطقة الكنيسة الخطة العسكرية تقتضي التقاء المحورين العسكريين الشمالي والغربي عند منطقة الهرمات المحاصرة من كل اتجاه ومع اقتراب القطعات العسكرية من الجسر الخامس الذي يربط جانبي الموصل من جهتها الشمالية تكون المدينة القديمة قد طوقت من ثلاثة اتجاهات بينما يحاصر نهر دجلة الاتجاه الرابع المعركة لم تنتهي بعد وتنظيم الدولة لا يزال يمسك بقوة على الاحياء القديمة المحيطة بجامع النوري ومنارة الحدب تلك المناطق التي تكتب بالاهالي اما المحور العسكري الجديد الشمالي الغربي الذي فتحته القوات العراقية فقد مهد لفتح ممرات آمنة مكنت هروب المئات من السكان بعدما انهكتهم الحرب والمجاعة شفيق عبدالجبار التلفزيون العربية يبقى معنا من العاصمة بغداد مراسلنا هناك شفيق عبدالجبار إذا الشفيق هل من معلومات جديدة توضح حقيقة خبر مقتل مدنيين في قصف جوي للتحالف الدولي نعم هشام لم يتوفر سواء النفي الحكومي الذي صدر من خلية الإعلام الحربي بخصوص ما ورد من وكالة أعماق حول مقتل مدنيين نازحين في منطقة تحت سيطرة عناصر مايورو بتنظيم الدولة أما بخصوص المعركة أو المحور الشمال الغربي الذي فتح يوم أمس ومن قبل القوات العراقية فالأنباء الواردة من هناك آخر الأنباء تفيد بسيطرة القوات العراقية على منطقة المشارفة الثانية ومنطقة الكنيسة بالإضافة إلى دير ميخائيل وتلك المناطق هي المناطق الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة الموصل من جانبها الأيمن هناك تقدم سريع استغلت القوات العراقية المساحات المفتوحة وسيطرت على هذه المناطق التي تعد من المناطق الاستراتيجية بالنسبة لما يعرض بتنظيم الدولة في تحركاته وإمداداته الاستراتيجية المعركة لم تنتهي بعد القادة الميدانيون يقولون أن الجسر الخامس بدأ يرى بالعين المجرد حوالي أربع كيلومتر تفصلهم عن الجسر الخامس وهو جسر يربط بين ضفتي نهر دجلة بين الجانب الأيسر والجانب الأيمن من الموصل قوات الشرطة الاتحادية تحاول تطويق محيط هذا الجسر للوصول إلى حي 17 تموز وهو من الأحياء المأهولة بالسكان لمدينة الموصل ولا يزال تحت قوضة ما يعرض بتنظيم الدولة هشام شفيق وهل لدى القوات العراقية أي خطط لتأمين المدنيين مع هذه التطورات المتسارعة في المدينة؟ طبعا بحسب القادة الميدانيين أن هناك ممرات آمنة يتم فتحها حين الهجوم الممرات الآمنة لم تكن آمنة إلى حد وصول القوات العراقية لتأمين هذه الطرق التي يمكن أن يسلكها المدنيون للفرار من الموت والجوع والحصار المطبق منذ أشهر وخاصة إذا علمنا أن هناك ما لا يقل عن 200 ألف نسمة في المنطقة خاصة للحياء القديمة للموصل يرزحون تحت نيران الطرفي الحرب بين القطاعات العراقية التي تحاول التقدم بكل ما أوتيت من قوة وبين عناصر ما يعرض بتنظيم الدولة الذين يحاولون الاستماتة والاستقتال لدفاع عن محيط جامع النوري وجامع النوري والمنارة الحدباء الشهيرة التي تم إلقاء الخطبة الشهيرة لزعيمهم أبو بكر البغدادي وأعلن الدولة الإسلامية فيه شفيق عبدالجبار من بغداد شكرا جزيلا لك